لقد تم إعداد هذا الفيديو التعليمي والترويجي من قبل Forever Vision لصالح شركة Forever Living Products بفروعها المنتسبة والمنتشرة حول العالم. والأمثلة المدونة هنا والمتعلقة بالمداخيل ونقاط الشراء المحتملة، افتراضية وإضاحية فحسب، ولا تمثل الدخل الحقيقي، وليس بمقدور الشركة ضمان المداخيل. ويعتمد النجاح المالي لكل من الممثلين المستقلين على المجهودات الشخصية التي يبدلها كل من الممثلين المستقلين. أهلاً بكم إلى أسرة شركات Forever Living Products، أكبر شركة في العالم في مجال زراعة وصناعة وتوزيع منتجات الألوفيرا للصحة والجمال. ومن جراء مشاركة العملاء بمنتجاتنا في أكثر من 90 دولة، فرصة يشارك فيها أكثر من 6 مليون ونصف مليون شخص سعيد بأعمالهم الخاصة. سواء كنت تبحث عن العمل الكامل الدوام أو تحاول زيادة الدخل، ستحقق أحلامك من خلال الانتساب كمسوق وموزع لشركة FLP بخطتها التسويقية السخية. وتتيح خطتنا البسيطة بل القوية فرصة بدي عملك الخاص باستثمار نقدي بسيط وإطلاقه إلى مستوى الدخل الذي ترغب به. إن خطة التسويق لشركة Forever Living Products مبنية على مدد الأمان والجهد والعمل الجماعي، ويعنى بمفهوم العمل كفريق الكل يحقق المزيد معاً. ولهذا أشرنا إلى خطة شركة FLP التسويقية بالتسويق الجماعي، ويمكن إضاح قدرة التسويق الجماعي على أكمل وجه، بحد قول السيد جاي بول كتي، حيث قال بدلاً عن مئة بالمئة من مجهودات شخص واحد، أفضل أن أتقاد واحد بالمئة عن مجهودات مئة شخص. تكون العائدات مبنية على مجموعة المجهودات التي يبدلها جميع أعضاء الفريق، عيوضاً عن بنائها على مجهوداتك لوحدها، طبقاً لخطة شركة FLP التسويقية. ويساعدك تسويق Forever الجماعي على سرعة اكتساب المال الإضافي أو الضمان المالي أو حرية أن تكون سيدة قرارك لتحدد ساعات عملك. تستطيع أن تقو أعضاء فريقك إنتاج العوائد بواسطة تزويد منتجات الصحة والجمال الخاصة بشركة FLP إلى المستهلكين من خلال علاقاتك الشخصية أو عرض المنتجات لمجموعات صغيرة وعبر الإنترنت. توفر خطة التسويق الجماعي لـ Forever 11 وسيلة مختلفة تتمكن من خلالها اكتساب العائدات. ومن خلال هذا الفيديو، يتم الحوار حول حيثيات السبع الأولى بما فيها أرباح تجارة التجزئة، المكافأة الشخصية، مكافأة المسويق الجديد، المكافأة الجماعية، مكافأة الريادة، مكافأة مدراء الجواهر، والمكافأة التشجيعية المكتسبة. كما يتضمن وسائل الاكتساب الأخرى على مشاركة الأرباح، جوائز المسابقات، برامج العطلات، وجوائز خاصة لتشجيع الترويج. وبجميع هذه الخيارات الاكتسابية، بالتالي تقوم خطة التسويق الجماعي لـ Forever بتسهيل انخراطك في الأعمال وبناء مستوى المكاسب التي ترضى بها. إذن، ما هي خطوتك الأولى؟ ببساطة، قم بتعبئة نموذج الالتحاق كمسوق وتقديمه لتنطلق. يمكنك أن تحصل على طلب من أي مسوق أو تعبئته عبر الموقع الإلكتروني foreverliving.com، ويمنحك نموذج الالتحاق كمسوق ثلاثة أمور. أولاً، تحدد علاقتك مع الذي سجلك في خطة التسويق. ثانياً، يمنحك امتياز شراء المنتجات بسعر الجملة. ثالثاً، يضمن استلامك المكافآت من الشركة مباشرة عند تأهلك لها. وبما أن المكافآت والجوائز يتم تزويدها وفقاً للمعلومات الواردة في نموذج الالتحاق كمسوق. الخاص بك، إنه مهم تعبئته بوضوح ودقة، ولحظة تعبئة وتوقيع الطلب تكون مسوقاً وموزعاً جديداً. بصفتك مسوق وموزع جديد، يمكنك شراء المنتجات من الشركة مباشرةً بأسعار الجملة، ثم تزويدها للمستهلكين، حتى تكتسب أرباح البيع بالتجزئة. كما يمكن لعملائك طلب المنتجات عبر موقعنا على الإنترنت foreverliving.com، وتقوم الشركة بشحن المنتجات إلى موقعهم مباشرةً، وإرسال أرباح البيع بالتجزئة إليك. بالإضافة إلى أنه بوسعك تسجيل ورعاية الأشخاص عبر الإنترنت، وترسل الشركة إلى المسوقين الجدد اسم المستخدم وكلمة السر، حتى يتسنى لهم الوصول إلى كافة التسجيلات التي وفرها موقع foreverliving.com. من المهم أن تعلم أنه لا يستطيع مسوق جديد بتسجيل ورعاية مسوقين آخرين. يتوجب عليك الترقي إلى درجة مساعد مشرف قبل أن تبدأ بتسجيل ورعاية مسوقين جدد. إليك مثال يوضح كيفية عمل أرباح تجارة التجزئة. إذا اشتريت من الشركة منتجات بتكلفة 264 دولار بسعر الجملة، ستتمكن من بيع تلك المنتجات بسعر 378 دولار تقريباً للمستهلكين، وينتج عن ذلك 114 دولار كربح البيع، والذي يصل إلى جيبك مباشرةً. إن جميع أعضاء فريق forever بغض النظر عن مستواهم، يشترون المنتجات بنفس سعر الجملة، ويستلمون سعر التجزئة من المستهلكين. هناك ثلاث وسائل سهلة لشراء المنتجات من شركات FLP مباشرةً. أولاً، يمكنك التوجه إلى موقع المستودع الرسمي وأخذ المنتجات بشكل مباشر. ثانياً، يمكنك طلب المنتجات عبر الهاتف بالاتصال على رقمنا المجاني المخصص لخدمة العملاء. وثالثاً، يمكنك وضع الطلب عبر الموقع على الإنترنت. إن الحد الأدنى للطلب يساوي 50 دولار على الأقل. نرشح بشد أن يكون أول طلب شراء لك هي مجموعة Touch Forever Combo Pack، حيث تحتوي هذه الحقيبة على أكثر من 25 منتجاً، بالإضافة إلى المواد المطبوعة والفيديو والتي توفر نقطة الانطلاق الناجحة، حيث تم تعبئة جميع المنتجات في حقيبة العرض الرائعة هذه، والتي يمكنك حملها إلى مواقع العروض. كما تم تحديد تخفيض سعر علبة الكمبو باك بقدر لا يستهان به من السعر الذي قد تطر لدفعه في حالة شراء تلك المنتجات على حدة. والآن، وقد عرفت كيفية طلب المنتجات واكتساب أرباح تجارة التجزئة بتزويد العملاء. ننظر كيف تتمكن من زيادة دخلك من خلال التأهل لمختلف المستويات من خطة التسويق. وستتأهل لهذه المستويات باستفاء نقاط الشراء. ونقطة الشراء هي قيمة تم تحديدها لكل منتج. وعندما تشتري المنتجات وتبيعها بسعر التجزئة، يتم جمع هذه القيم لتحديد وقت تأهلك للترقية إلى المنصب الأعلى. وكقاعدة عامة، إن نقطة الشراء وحدة تساوي سعر المنتجات بالجملة بقيمة 132 دولار. إذن عند حساب نقاط الشراء في مثالنا السابق، نقسم 264 دولار سعر الجملة ب132 دولار لنحصل على نقطتي الشراء. ومجموع نقاط الشراء المطلوبة للترق في المستويات تكون دائماً مجموعة نقاط الشراء التي حققتها في الشهر التقومي الجاري والشهر التقومي السابق. إذا تأهلت لأي مستوى، فلا يمكنك خسارته أبداً، لأنه لا تقتضي المحافظة على المستوى أن يتمد طلبات من نقاط الشراء. وكمسوق جديد، يكون المستوى الذي تتأهل إليه أولاً هو منصب مساعد مشرف، وللتأهل لمنصب مساعد مشرف، عليك استفاء نقطتي شراء شخصية خلال أي شهرين متتاليين. وعلى سبيل المثال، إذا بعت نقطة شراء واحدة في شهر يناير وأخرى في شهر فبراير، تتأهل مباشرةً لدرجة مساعد مشرف، وترتقي درجتك على نظام كومبيوتر الشركة إلى ذلك المنصب، وتجعلك تكتسب الفوائد المتعلقة بدرجة مساعد مشرف. تكون الفائدة الأولى المكافأة الشخصية. والمكافأة الشخصية هي دفع مبلغ يقدر بـ 5% من قيمة التجزئة للمنتجات التي اشتريتها كمساعد مشرف. وسيتم إرسال المبلغ المستحق بتاريخ الخامس عشر من الشهر عن كل ما اشتريته في الشهر التقويمي السابق. وعلى سبيل المثال، إذا بعت كمساعد مشرف المنتجات التي توازي قيمتها 1000 دولار بأسعار التجزئة، تكون تكلفتك 700 دولار فقط، كما يكون ربح البيع 300 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ترسل الشركة إليك شك المكافأة الشخصية المقدر بـ 5% من قيمة التجزئة وتكون بقيمة 50 دولار، فيكون مجموع المكاسب التي استوفيت 350 دولار. والفائدة الثانية التي تتمتع بتبوء منصب مساعد مشرف هي فرصة رعاية مسوقين آخرين لشركة FLP، وبالتالي بناء فريقك الخاص. ابتداء من هنا، يتم إضافة نقاط الشراء التي حققها أعضاء مجموعتك إلى نقاطك الشرائية ليقرر متى تستحق المستوى الأعلى. وعلى سبيل المثال، إذا استوفيت أنت وأعضاء فريقك عشرة نقاط شراء خلال شهر يناير وخمس عشرة نقطة في شهر فبراير، تحصل على مجموع 25 نقطة شراء خلال شهرين، وهي المطلوبة للتأهل لمستوى مشرف. ومن درجة مستوى المشرف، ترتفع نسبة مكافاتك الشخصية إلى 8%. وباستخدام المثال السابق، إذا بعت المنتجات بسعر التجزئة ذات الألف دولار، يرتفع مجموع عائدتك إلى 380 دولار. وإذا قمت بتدريب من تكلفه وترعاه لرعاية الآخرين، ستنمو مجموعتك كما تنمو نقاط الشراء. وإذا وصلت مجموع نقاطك الشرائية إلى 75 خلال مدة شهرين متتابعين، ستتأهل لدرجة مساعد مدير. وفي هذا المستوى، ستحصل على 13% مكافأة شخصية. لنرجع إلى مثالنا من جديد. يكون مجموع عائدتك الآن 430 دولار. وعندما تصل مجموع نقاطك الشرائية إلى 120 في أي شهرين متتاليين، ستتبوأ منصب المدير. كما ترتفع مكافأتك الشخصية إلى 18% من قيمة المنتجات التي تبيعها بالتجزئة. وحسب مثالنا عن الألف دولار، يصل مجموع العائدات إلى 480 دولار. وإلى هذه النقطة من خطة التسويق، ناقشنا كيفية الحصول على التعويضات للمجهودات التي تبدلها شخصياً في شراء منتجات FLP وتزويدها للعملاء. وكيفية زيادة مداخلك عندما تؤسس فريقاً من المسوقين حولك. فلنناقش كيفية اكتساب مزيد من المكافآت من ضمن العمل مع الفريق. وأولى هذه المكافآت هي مكافآة المسوق الجديد. عندما يشتر المسوق الجديد الذي قمت برعايته شخصياً المنتجات من الشركة، تحصل على مكافأة على مبيعاتهم بنفس المئوية التي تحصل عليها كمكافآتك الشخصية. إذن ستحصل كمساعد مشرف على 5% من مكافآة المسوق الجديد، وكمشرف تحصل على 8%، وكمساعد مدير تحصل على 13%، وكالمدير على 18%. ومن المهم أن تتذكر أنك تحصل على مكافآة المسوق الجديد فقط حتى وقت تأهد ذلك المسوق الجديد لمنصب مساعد مشرف. عند ذلك الوقت، تبدأ مجهودات فريقك تكتسب لأجلك المكافآت التالية، ونعني المكافآة الجماعية. هذه المكافآة مدفوعة بناء على المشتريات التي يقوم بها مساعد المشرف، المشرفون، ومساعد المدير. وكمكافآتك الجماعية تحصل على الفارق بين نسبة مكافآتك ونسبة مكافآت الفريق الذين يقومون بالشراء. لنفترض أنك مديراً ذا مكافآة من نسبة قدرها 18%، وترعى شخصياً مساعد مشرف تحتها فريق من المسوقين. ومساعد المشرف هذا يتقاد مكافآة قدرها 5%. فمكافآتك الجماعية تكون الفارق بين 18% و5%، أي 13%. وذلك على كل المبيعات التي يقوم بها هذا الفريق. والآن، إذا كان لديك مشرف بفريق ترعاه، ستحصلك مكافآة جماعية على الفارق بين 18% و8%, أي 10% على كل المبيعات التي يقوم بها أعضاء هذا الفريق. وأخيراً، إذا كان لديك فريق لمساعد مدير ترعاه، ستحصل عن كل المبيعات التي يقوم بها أعضاء هذا الفريق على الفارق بين 18% و13%، أي 5% كمكافآة جماعية. أحد الأمور المثيرة المتعلقة بالتسويق الجماعي، أنه يتقاض كل واحد من المجموعة حسب مقدار المجهودات التي يبذلها. وخلافاً للمشروعات الهرمية غير الواقعية، يحصل مساوق شركة Forever Living على ما يحتاجونه بمساعدة أعضاء فريقهم الآخرين أولاً للحصول على ما يحتاجونه. والمكافأة الجماعية التي بيناها آنفاً، يتم دفعها لك في كل شهر تتأهل فيه لتلك المكافأة. وستكون متآهلاً عندما تستوفي أربع نقاط الشراء الشخصية على الأقل خلال شهر. وهناك عديد من الوسائل المتنوعة لتحقيق هذا الهدف. أولاً، أن تبيع بنفسك قيمة أربع نقاط شراء. ولكن يختار الكثير من المساوقين تقليص هذا العدد بتسجيل مزيد من المساوقين الجدد ورعايتهم بشكل منتظم. وإليك كيفية ذلك. كافة المبيعات التي يقوم بها المساوقون الجدد الذين ترعاهم شخصياً ولم يصلوا إلى مستوى مساعد مشرف بعد تعتبر ضمن نقاطك الشرائية الشخصية. وهذا يعني أن نقاطهم الشرائية تحسب ضمن نقاطك الشرائية المطلوبة للمكافأة الجماعية. إذن، إذا كان لديك مساوق جديد يطلب منتجات توازي نقطة شراء واحدة، ما عليك إلا استفاء ثلاث نقاط شراء فقط. كما أنه إذا طلب منتجات توازي نقطة شراء، عليك استفاء نقطة شراء فحسب. وإذا استوفى مساوقيك الجدد ثلاث نقاط شراء، يمكنك طلب منتجات توازي نقطة شراء واحدة فقط لتأهل للمكافأة الجماعية. من المهم أن لا ننسى أنه يتوجب عليك شخصياً طلب منتجات توازي نقطة شراء شهرياً، رغم أن مساوقيك الجدد استوفوا أربع نقاط الشراء أو أكثر. كما هو من المهم أن لا ننسى أن المكافأة الجماعية يتم توزيعها ابتداء من مستوى المشرف وما فوقه. فما علي المساوقين الجدد ومساعد المشرف تلبية هذه المتطلبات من الأربع نقاط الشرائية. ويتم تطبيق مؤهلات المكافأة الجماعية على أساس شهرية. وإذا لم يتأهل مسوق في شهر لا يحصل على المكافأة الجماعية في ذلك الشهر فقط. مع ذلك لا يخسر أي مسوق أبداً فرصة تأهله في المستقبل للمكافأة الجماعية خلال أي شهر حقق فيه أربع نقاط. وفي حالة عدم تأهل أي مسوق، ستنتقل المكافأة الجماعية إلى أول مسوق متأهل في المستوى الأعلى في سلسلة الخطة التسويقية. وأخيراً، لا يؤثر تأهل المكافأة الجماعية على المكافأة الشخصية المدفوعة للمسوق على أي حال. مع استمرار نمو عملك وفريقك في نهاية الأمر، سيحقق بعض أعضاء فريقك من الذين سجلتهم مستوى المدير. ومن هذه النقطة، ستبدأ باكتساب مكافأة أخرى، وهي مكافأة القيادة. وهذه المكافأة مبنية على كمية مبيعات المدراء الذين ترعاهم والفرق التي تحتهم. بالإضافة لذلك، تعتبر في حسابك حصة من نقاطهم الشرائية حتى تتأهل لعدد من الحوافز الخاصة للمدراء، كسيارات جديدة، عطلات، والمشاركة في الأرباح. ويمكن اكتساب مكافأة القيادة على ثلاثة أجيال مختلفة من فرق المدراء النشطاء. وإن ساعد أحد الذين رعيتهم شخصياً للوصول لمستوى المدير، يصبح هو ومجموعته جيلك الأول من فرق المدراء. وستحصل على ستة بالمئة من حجم المبيعات التي أنتجها هذا الفريق. وفي حالة تأهل مسوق من مجموعة جيلك الأول لمستوى المدير، يشار إلى فريقه بجيلك الثاني، كما تحصل على مكافأة ثلاثة بالمئة من حجم مبيعات ذلك الفريق. وفي حالة تأهل مسوقة من فريق جيلك الثاني لمستوى مدير، تكون مجموعتها فريق جيلك الثالث، ويمكنك الحصول حينها على مكافأة 2% من مبيعات ذلك الفريق. لنأخذ مثالاً لنرى كيف تعمل مكافأة القيادة. إذا استطاع فريق مدير جيلك الأول تحقيق مبيعات توازي مبلغ 15 ألف دولار، واستطاع فريق مدير جيلك الثاني تحقيق مبيعات توازي مبلغ 25 ألف دولار، واستطاع فريق مدير جيلك الثالث من تحقيق مبيعات توازي مبلغ 35 ألف دولار. ستكون مكافأة القيادة خاصتك مبلغاً وقدره 900 دولار على فريق جيلك الأول، و750 دولار على فريق جيلك الثاني، و700 دولار على فريق جيلك الثالث. والأمر المثير فيما تعلق بمكافأة القيادة أنه ليس هناك أي قيد أو حدود على عدد فرق المدراء التي تقوم بإنشائها وتطويرها. تخيل كيف يكون حجم مكاسبك إذا كان لديك خمسة مدراء في الجيل الأول ولدى كل واحد منهم ثلاثة، سيحقق لك ذلك خمسة عشر فريق مدراء في الجيل الثاني، ويمتلك كل منهم إثنين، سيحقق لك ذلك ثلاثين فريق مدراء في الجيل الثالث. حقاً، ليس هناك أي حدود لتحدى من نمو أعمالك. مكافأة القيادة مبنية على كمية نقاط الشراء التي يجمعها أعضاء فريقك من المدراء وغير المدراء في كل شهر. ويحتوي نقاط الشراء لغير المدراء على نقاط الشراء الشخصية الخاصة بك ونقاط الشراء لأي من مسويقيك الذين لم يصلوا إلى مستوى المدير. ونقاط شراء المدراء هي نقاط الشراء التي تم جمعها من قبل أعضاء فرق المدراء التي تحتك، ونسبة نقاط الشراء التي يمكن حصولها من فرق المدراء تعتمد على مستوى ذلك الجيل. فيمكنك اكتساب أربعين بالمئة من نقاط الشراء التي جمعها أعضاء فرق مدراء جيلك الأول، وعشرين بالمئة من نقاط الشراء التي جمعها أعضاء فرق مدراء جيلك الثاني، وعشر بالمئة من نقاط الشراء التي جمعها أعضاء فرق مدراء جيلك الثالث. إذن على سبيل المثال إذا كان لديك فرق مدراء في كل من الجيل الأول والثاني والثالث حقق 100 نقطة شراء يكون مجموع نقاطك الشرائية المحتسبة للمدير 70 نقطة شراء والمؤاهلة الأساسية لاستفاء مكافأة القيادة هي 12 نقطة شراء من مجموعة غير المدراء على أن أربعة منها لابد وأن تكون نقاط شراء شخصية وعلى أي حال فمتطلبات التأهل لمكافأة القيادة مثل متطلبات التأهل للمكافأة الجماعية لها مرونة وقابلية للتقليص بالعمل الجاد وتوطيد فرق المدراء من تحتك وعلى سبيل المثال إذا كان هناك مديران تحتك في مختلف خط الرعاية ويستوفي كل فريق لهما 25 نقطة شراء خلال الشهر سيتم تقليص متطلباتك من نقاط الشراء غير المديرية إلى ثمان نقاط شراء وإذا كان لديك ثلاثة فرق مدراء ويستوفي كل فريق لهم 25 نقطة شراء سيتم تقليص متطلبات تأهلك إلى أربع نقاط شراء شخصية ولا تنسى أنه يحتسب عدد المبيعات التي قام بها مسوقك الجدد من ضمن نقاطك الشرائية الشخصية ولأن تطويره ودعم فرق جيلك الأول مهم جدا للمو كل من عملك وأعمالنا فالمسوقين الذين يكونون تسعة أو أكثر من فرق المدراء النشطين في جيلهم الأول يتم منحهم مكافأة إضافية معروفة بمكافأة مدراء الجواهر وتعمل مكافأة مدراء الجواهر على زيادة النسبة المئوية لمكافأة القيادة وفي حالة وجود تسعة مدراء نشطاء في ذلك الشهر ستزيد مكافأتك القيادية إلى 7% من فريق الجيل الأول و4% من فريق الجيل الثاني و3% من فريق الجيل الثالث وفي حالة وجود 17 مديرا نشطا في شهر ما ستزيد مكافأتك القيادية إلى 8%, 5%, 4% وإذا كان لديك 25 مديراً نشطاً في الجيل الأول، سترتفع النسبة المئوية لمكافأتك القيادية إلى 9، 6 و 5 بالمئة. وبفضل مكافأة مدراء الجواهر هذه، سيتضاعف مجموع دخلك الكلي كمسوق. والمكافأة الأخيرة التي سنتحدث عنها هي المكافأة المكتسبة. ويشار إلى هذه المكافأة بمكافأة السيارة أيضاً، لأن معظم المسوقين يستخدمون هذه المكافأة لاقتناء سيارة، قارب أو منزل. هناك ثلاث مستويات للمكافأة المكتسبة، يمكنك تأهل لها خلال ثلاثة شهور متتالية. ولأجل تأهل المستوى الأول، تحتاج إلى استفاء 50 نقطة شراء جماعية في الشهر الأول، و100 نقطة في الشهر الثاني، و150 في الشهر الثالث. ونقاط الشراء المطلوبة للتأهل للمستوى الثاني، 75 نقطة شراء في الشهر الأول، 150 في الشهر الثاني، و225 في الشهر الثالث. وفيما يتعلق بالمستوى الثالث، عليك استفاء 100 نقطة شراء جماعية في شهرك الأول، 200 في شهرك الثاني، و300 في شهرك الثالث. وحالما تم التأهل للمكافأة المكتسبة، ستحصل على 400 دولار شهرياً في المستوى الأول، 600 شهرياً في المستوى الثاني، و800 دولار في المستوى الثالث. بالإضافة إلى أنه سيدوم تزويدك بهذه المكافأة لمدة 36 شهراً، طالما تحافظ على إجمالي شهري لا يقل عن 50 نقطة شراء. كما ترى أنه مع أرباح التجزئة التي تستطيع تحقيقها والمكافآت المكتسبة المتعددة، فخطة تسويق شركة Forever Living توفر مستوى المسوق ومستوى الدخل المناسب لكل شخص. وإن اعتزمت على أن تهدف عالياً، فلا توجد هناك حدود لمكاسبك، وإن تحلم بامتلاكك عملك الخاص والتحكم الكامل بدخلك المالي والأوقات التي تقضيها لاكتساب ذلك الدخل، فهذه هي الفرصة المثالية لك. اغتنمها وتمتع بنمط حياة جديد، حظي به أكثر من ثمانية مليون ونصف مليون شخص منتشرين حول العالم، بفضل هذه الخطة العملية الخالصة والبسيطة. اشتركوا في القناة